سعيد بلقائكم أعزائي المشاهدين كنا قد بدأنا الحديث عن دراسة الأستاذ ديفيد باورز لكلمة الكلالة من الناحية الفيلولوجية مستعينا بأقدم مخطوطة قرآنية توجد فيها هذه الكلمة وهي مخطوطة أرب 328 ألف التي تنتمي إلى مصحب بريزينو بيترو بوريطانوس ردا على سؤال أستاذ أحمد يونس من مصر وقلنا إن أصل المقطع قبل التغيير في الرقع عشر به هو إن كان رجل يورث كلالة أو كله أو امرأة والمعنى هنا إذا كان رجل أو امرأة يورث كله وله أي هذا الرجل أو هذه المرأة أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وأما معنى الكله من الناحية الفيلولوجية فقد واجد الأستاذ باورز عبارة مرتو وكلتو بمعنى بنت وكنة وذلك في العقود القانونية بمدينة نوزي القديمة حيث تماثل العبارة الأكادية مرتو وكلتو العبارة القرآنية كللة أو امرأة بترتيب معكوس من تقديم وتأخير لكلمة كله مع فرق بين حرف العطف أو وأو وترحى الأستاذ باورز سؤالا مهما بما أن الكلمة كله تفيد القرابة فهل معناها كنة زوجة الإبن؟ يقول باورز لقد أدرك اللغويون من فترة طويلة أن عائلة اللغات السامية والتي تشمل الأكادية والأوغاريتية والعبرية والآرامية والسوريانية والعربية الجنوبية والإتيوبية والعربية أنها تحوي على قاموس مشترك في بعض المجالات الأساسية مثل الظواهر الطبيعية ووظائف أعضاء الجسم والتنظيم الجماعي وطرق العمل وعادات التغذية والاقتصاد والدين فتوصل حسب دراسته إلى أن الكلمة كلة تعني الكنة في الآية 12 أما في الآية الأخيرة فهي إضافة لاحقة لإضفاء الشرعية على التغيير الذي حصل في الآية 12 من نفس الصورة والذي ترتب عنه إزالة رقعة تقع بين الرقعة 19 و20 لا زال أتره موجودا بين الرقعتين وهذا ما ذهب إليه الدكتور إدوار ماري جالي كذلك بالنسبة للدراسة التي تقدمنا بها من الناحية الفيلولوجية أما من ناحية علم الخطاطة فقد لاحظ الدكتور باورز بأن تغيير الكلمة تم بخط يرجع للعصر العباسي ليستنتج أن الشخص الذي غير الكلمة جاء بعد قرنين من الناسخ الأصلي وهذا ما يفسر ظهور الأحاديث لعمر بن الخطاب وأبو بكر في العصر العباسي نعود لنتائج التي توصل إليها الدكتور باورز فيما يخص مسألة وضع الآية الأخيرة لإعطاء مصداقية لتغيير الكلمة في الآية 12 هذا استنتاج فقط وليس له أرضية صلبة خاصة عندما نجد كلمة يستفتونك وهذا يعني أنها جاءت في مرحلة لاحقة من وضع التشريع في أمور الإرد وليس بالضرورة في العصر العباسي والازدحام في الأسطر وزيادة سطرين في الرقعة 20 وغياب رقعة من الكراسة الثالثة من هذا المصحف ليس أمرا مهما خاصة أن الناسخ الذي كتب هذه الأسطر هو نفس الناسخ الأصلي وفقدان رقعة هو أمر عادي في عملية التدوين عند وقوع الأخطاء وظاهرة وجود آية في آخر الصورة كالسياق للحديث في بعض الصور أمر عادي فنأخذ على سبيل المثال في صورة الشعراء الآية الأخيرة تظهر فعلا وكأنها أضيفت لاحقا لطولها غير الاعتدالي الاعتياد عفوا عن باقي آيات الصورة والاستثناء شعراء المسلمين بعدما دم النص القرآني كل الشعراء في أقوالهم وأفعالهم في الآيات 224 إلى 226 إلا أن هذا ليس بالضرورة إضافة لاحقة في عصر من العصور وإنما في فترة التدوين نفسها لتسلسل الآية أو الآيات كذلك في آخر صورة المزمل نلاحظ بوضوح طول الآية الملفتة للانتباه بأكثر من سبعين كلمة بينما الآية التي قبلها فيها تسع كلمات فقط والشيء الآخر هو القافية في كل الصور أو في كل الصورة جاءت ألف منونة قليلا ترتيلا تقيلا قيلا وطويلا أما الآية الأخيرة جاءت بالضم رحيم فما يمكن قوله إن الآية في الواقع هي شرح وتوضيح لقيام الليل الذي تتحدث عنه الآية الأولى من الصورة وبالتالي هي كسابقتها في صورة الشعراء وليست بالضرورة أن تكون كتبت في عصر آخر يلي مرحلة التدوين بفترة ولكن يمكن القول بأن النص القرآني خضع لتطور بتفسير مقاطع غامضة أو تحتاج توضيحا أكثر وهذه مرحلة وقعت أثناء مدة التدوين نفسه فربما استغرقت مدة طويلة وربما سنوات كفترة مفتوحة كما حصل في كتابة التناخ حيث كتب في فترة دامت أكثر من ألف عام أما مرحلة تدوين القرآن المفتوحة فلا تتعدى عشرات الأعوام وبالنسبة إلى الآية الأخيرة من صورة النساء يمكن القول أن الناسخ الأصلي نسي سهوا آية أو اثنين ثم أزال الرقعة الناقصة في الكراسة الثالثة من المخطوطة أرب 328 ألف وأعاد تدوين ما كان فيها بتكملة الآيات كلها لهذا جاءت مكتدة وبزيادة سطرين على المعتاد نعود لدراسة الفيلولوجية التي قدمها الدكتور ديفيد باورس فإذا كانت الكلمة كالله الأصلية في النص تعني الكنة القريبة جدا من كلمة الكلالة التي تعني بدورها الميت نفسه كما هو واضح في آخر الصورة وهذا ما وجدناه بالضبط في قاموس اللغة المندائي بلا مين أي كلالة بمعنى ينتهي أو يموت وعبارة نال الإكليل في الفكر المسيحي إلى اليوم تعني مات كما ورد في صفر الرؤية الإصحاح 2 العدد 10 يقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة فالكنة إذا كانت زوجها حيا يرزق فهو من سوف يرث أبويه أو أبوه أو أمه أما إذا مات فالكنة لا ثرت حسب الشريعة الإسلامية بعد هذا التغيير لكن يمكن أن نستنتج أن المقصود من الكلة هي الكنة التي توفي زوجها قبل أبويه فهما يريتان كل واحد السدس كما جاء في الآية 11 من صورة النساء ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إذن يعود نصيب السدس إلى هذه الكلة أو الكنة التي توفي زوجها فيزال الإشكال تماما وتصبح الكنة التي توفي زوجها قبل والديه وعند وفاة أحد منهما تاريت هي أيضا السدس كما ورثاه عند وفاة زوجها وبالتالي تكون العملية عادلة ليس فيها أحد متضررا وهذا ما قصده النص الأصلي على الأرجح إذن خلاصة القول فإن الكلة في الآية 12 تعني الكنة التي توفي زوجها قبل والديه أما الكلالة في آخر الصورة فتعني الهالك أو الميت نفسه ننتقل إلى السؤال الثاني للأستاذ أحمد يونس وهل لكلمة كلالة علاقة بمفهوم العول في الموروت مسألة العول كذلك تخص فقه المواريت ويشترك مع الكلالة في مسألة عدم وجود الأبناء كورثة في الآيتين مرء هلك ليس له ولد إلا أن الكلالة كما رأينا عليها علامة استفهام كبيرة احتار في معناها حتى كبار الصحابة كما رأينا في المراجع الإسلامية إلا أن العول هو حساب توفيقي للأيت يخص حالات مستعصية التقسيم بما جاء من شريعة في فقه المواريت لتوضيح هذا الموضوع كونوا معنا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر